في هذا الإطار بالتحديد سيد أبو زيد سعد الحريري عقب قرار المحكمة كان له بعض التصريحات من ضمنها بأن التضحية يجب أن تكون اليوم من حزب الله الذي أصبح واضحا أن شبكة القتل خرجوا من صفوفه حسب تعبيره ويعتقدون أنه لهذا السبب لن يتسلموا إلى العدالة وينفذ فيهم القصاص لذلك أكرر وهنا مربط الفرص الحقيقة لن أستكين حتى يتم تسليمهم للعدالة ويتنفذ فيهم القصاص وهنا السؤال ما هي خيارات الحريري في هذا الأمر لتسليم هؤلاء للقصاص والعدالة يعني موقف الرئيس سعد الحريري موقف مبدئي أساسي لأنه ولي الدم حسب ما ذكرت حضرتك في البداية هو لن يستكين لأنه الذي قتله أو استشهد هو والده دولة الرئيس رفيق الحريري طبعا هو يطالب بتسليم المتهم وهذا الشيء أساسي وطبيعي جدا وأخلاقي فيما يتعلق بالرئيس سعد الحريري ولكن ما بين التمني أو الرغبة الفعلية وبين الإمكانية أنا برأيي هناك مساحة كبيرة اللهم إلا إذا أصبح هناك نوع من اتفاق أو نوع من تسوية حتى تسوية داخلية تنسحب على التسوية الخارجية لأن لبنان حسب ما نحن نعرف يعني يتأثد بالتسويات والإقليمية والدولية فيما يتعلق أولا بالصراع بين لبنان وبين الإسرائيل وحتى فيما يتعلق بالخلافات والنزاعات الداخلية وتحديدا من موقف الوليات المتحدة من إيران واستطراضا بحزب الله في لبنان لهذا موقف الرئيس الحريري اليوم حقيقة يعني هو موقف لا يحصد عليه خصوصا أن نحن اليوم أمام مرحلة تأليف حكومي جديدة والرئيس سعد الحريري أحد المرشحين البارزين لتبوء هذا المنصب أنا قناعة الشخصية أن المصلحة الوطنية الكبرى سوف يقدمها على أي شيء آخر دولة الرئيس الحريري وسوف يتخذ القرارة المناسب في ضوء هذه المصلحة وضوء ما تمنه عليه يعني رغبته العائلية ورغبته الوطنية أبقى معي سيدة مزيد سعد إليك عد مرة أخرى لضيف في السوديو دكتور محمد ما هو تعليقك على هذا التصريح بالتحديد لن أستكين حتى يتم تسليمهم العدالة وتنفذ فيهم القصص كلمة الرئيس الوزراء السابق سعد الحريري أنا برأيي أنه الرئيس سعد الحريري لا شك أنه هو بالنهاية قاتل من أجل هذه المحكمة ولا يستطيع أن يقول غير هذا الكلام ولكن ترجمة هذا الكلام برأيي لن تكون يعني نعم هو مبدئياً مع يعني هو يتمنى أن يحصل تسليم هذا الرجل إلى العدالة وقاصص وإلى آخرية ولكن من حيث الإمكانية نحن نتكلم من حيث الإمكانية لذلك كما تفضل ضيفك الكريم هناك نوع من الفجر ما بين ما يتمناه الرئيس الحريري والواقع السياسي يعني هذا موضوع يجب أن نميز فيه وأنا أظن أن الرئيس الحريري ربما بتبنيه اليوم لحكم المحكمة الدولية قد يكون هناك مخرج سياسي له بأي معنى؟ قرار المحكمة قال بأنه لا توجد أي أدلة مباشرة أو أدلة تقطع بوجود علاقة لقيادة حزب الله أو للنظام السوري في هذه العملية اغتيال فربما إذا كان الرئيس الحريري سيذهب إلى حكومة فيها حزب الله قد يكون هذا الحكم هو مخرج سياسي له بأنني أنا لا أجلس مع قاتل والدي وإنما قيادة حزب الله تمت برأتها هذا قد يكون نعم الاستخدام السياسي مع أنه لو أردنا أن نفع أو نقرأ هذا القرار من الناحية السياسية بملاحظة الظروف السياسية والظرف السياسي الذي رافق عملية اغتيال ربما لقلنا بأنه سريم عياش كما قلت لك ليس إنسان يعني ليس يعني عامل في شركة مساهمة هو عضو في حزب أمني عسكري مؤدلج يعني لا يمكن لا يمكن له أن يقوم بهذا العمل دون أن يكون هناك قرار أعلى منه بكثير من قيادة عليا ونحن نعرف أن حزب الله طبيعة تركيباتها الأمنية والعسكرية والأيديولوجية حتى الإشارات أو حتى الأوامر تخرج إليهم على طريقة التكليف الشرعي فبالتالي يعني الانضباط في هذا الحزب لدرجة تجعلك تستبعد من حيث العادة أن يكون هذا القرار قد قام به لوحده أو اتخذه لوحده وهذا يعني ربما ما يجعل حزب الله يخشى من الاعتراف حتى بأقل يعني باتهام أقل عنصر لأنه يدرك أنه بالتراطبية السياسية أو بالقراءة السياسية ربما تصل من خلال هذا العنصر إلى الرأس حسن نصر الله فبالتالي أنا برأيي أنه يعني الآن الرئيس الحريري هو قد يكون يعني يعيش في فترة لاست بالسهل عليه ولكن هناك مخرج سياسي له من خلال يعني تبنيه بقراءة المحطة اشتركوا في القناة